بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وأصحابه وموالاه وبعد فنتابع الحديث في كتاب حول ترجمة المرحوم الإمام العلامة الشهير والعارف الكبير فضيلة سيد الوالد الشيخ محمد نجيب سراج الدين الحسيني رحمه الله تعالى أعماله التعبدية والصالحة المرضية كان سيد والد الكريم رحمه الله تعالى ذا همة عالية في عبادة الله تعالى والعمل الصالح ابتغاء وجه الله تعالى ورضوانه فكان ملازما للصلاة في الجماعة إماما في الجامع وكان لا يتخلف عن الصلاة في الجامع إماما ولو كان في أيام الشتاء البارد وخاصة صلاة الفجر فما تخلف عنها قط وكان يجلس وراء الصلوات ويأتي بأوراد الصلاة المطلوبة وكانت أوقاته كلها عامرة بالعبادة مشغولة بالصلوات المفروضة والصلوات النافلة كما أنه رحمه الله تعالى كان مواظبا على تلاوة القرآن الكريم وأوراده من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح والتحميد والتهليل وكان ملازما لقراءة كتب الحديث النبوي الشريف عامة وللصحيحين خاصة فهو على اتصال وملازمة للصحيحين وكان رحمه الله تعالى واسع المطالعة في جميع مطولات كتب العلوم الشرعية وكان أكثر مطالعاته وأقوى اهتماماته في تفسير القرآن الكريم وعلومه مع التدبر وقد أعطاه الله تعالى فهما واسعا من الآيات القرآنية مؤيدا بالأحاديث النبوية الشريفة وقد جمع في مكتبته أنواعا من كتب التفاسير للعلماء المحققين المتقدمين رحمهم الله تعالى وكان سيد الوالد الكريم رحمه الله تعالى واسع للطلاع على شروح كتب الأحاديث النبوية عامة ومطولات شروح صحيح البخاري ومسلم خاصة وقد متعه الله تعالى ببصره حتى آخر عمره لم يحتج إلى منظار ولا مكبر وكذلك متعه الله تعالى بسمعه حتى آخر عمره رحمه الله تعالى ونفعنا به ولم ينس شيئا مما يحفظه من القرآن الكريم ولا الأحاديث النبوية الشريفة وقد سمعته قبيل وفاته بقليل وهو يقرأ جهرا سورة طاها فقرأها من أولها إلى آخرها ولم يتوقف وأنا إلى جنبه أسمع والحمد لله رب العالمين